بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين وارزقنا النجاة يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم وارزقنا النصر على أعدائك أعداء الدين يا رب انصر أهلنا في غزة وفلسطين وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين واشف صدور قوم مؤمنين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما تعودنا في بداية كل أسبوع حديثنا في شرح أسماء الله الحسنى ووصلنا وشرحنا أيضا معنى الفتاح في حق الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو الفتاح العليم يفتح على من يشاء من عباده من صدق في الدعوة إلى دين الله الله عز وجل يفتح على من يشاء من أبواب الخير يفتح عليه من أبواب الخيرات من شتى العلوم ربما يفتح على بعض العباد المخلصين فيجعلهم من العلماء العاملين ويفتح عليهم أيضا بأمور أخرى من أبواب الخير هو الذي يفتح على من يشاء ويفتح على من شاء من عباده فيرزقه في الدنيا رزقا كثيرا وهذا عادة يكون في من أنعم الله عليه فشكر ربه عز وجل ولم يستخدم النعم التي أنعم الله عليه في معصية الله الآن بالمقابل قد يكون إنسان جبار ينفق ماله في الحرام ويرزق في الدنيا أحيانا يكون هذا حتى يسأل يوم القيامة فيحاسب ويعاقب على ذلك لأن الدنيا إذا أعطيت لإنسان فليست هذه علامة على محبة الله عز وجل له فمن أعطي الدنيا ومنع الإيمان فكأنما لم يعطى شيئا وكم من إنسان كافر متجبر ظالم قد أعطي الدنيا ولكنه بعد أن خرج منها صار في عذاب شديد فنحن لا بد أن نعلم أن كل فتح يأتي فهو من الله سبحانه وتعالى لكن بعض الناس الله عز وجل فتح عليهم في أمر الدين وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى فصاروا من الأطقياء وصاروا من الأولياء وصاروا من العلماء هذا فتح عظيم الله يفتح به على من شاء من عباده فالإنسان الذي يتق الله ويعمل بما تعلم ويفعل ما أمره الله عز وجل به فهو الموفق الذي وفقه الله عز وجل لما يحبه ويرضاه حتى جاء في بعض يعني إذا نظرنا نحن في أحوال السابقين الأولين نرى أن هؤلاء الذين أسلموا واتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامهم وصاروا أئمة يقتدى بهم الله عز وجل فتح عليهم فتح عليهم بفتح عظيم يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأكابر الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فتح هذا الذي فتح عليهم فتح عظيم لأنهم وصلوا إلى أعلى الدرجات أعلى الدرجات كانوا على أحسن الأحوال كانوا على الصراط المستقيم فهم قدوة نعم هم قدوة وهم أسوى حسنة من الذي وفقهم لذلك وفتح عليهم بهذا الفتح العظيم الله جل جلاله الله هو الذي أكرمهم بذلك حتى الفتح يعني هو درجات بعض الناس فتح الله عليهم فصاروا من الأكابر كهؤلاء وإذا شاء المولى عز وجل الهداية لإنسان شرح صدره فجعله من الأتقياء وجعله من الأولياء وجعله من الأكابر وغير حاله إلى أحسن حال ولو كان قبل ذلك من الضالين المضلين قلبه يتغير طبعه يتغير أحواله كلها تتغير لماذا؟ لأن الله شاء ذلك لأن المولى سبحانه وتعالى فتح عليه هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى بعض الناس الله فتح عليهم بفتوح العارفين وأجرى خيرا عظيما على يديهم فهنيئا لهم ونسأل الله أن يفتح علينا كما فتح على هؤلاء الأكابر هؤلاء صاروا من الأولياء والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خلص الذي يصير وليا يعني يصير حبيبا لله بعد ذلك لا ينقلب عدوا لله فهو وصل إلى شاطئ الأمان ثم وصفهم الله عز وجل وصف من هم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون إيمان مع تقوى يعني الإيمان مع التقوى يعني أن يتعلم الإنسان وأن يعمل بما تعلم فإذا طبق الأحكام والتزم بها صار وليا من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخر أسأل الله أن يفتح علينا بما فتح على عباده الصالحين وأسأله عز وجل أن يفتح على أهلنا في فلسطين وأن يمدهم بمدد من عنده إنه على كل شيء قدير وإنه بعباده لطيف خبير ومن خواص اسم الله الفتاح الفتاح تيسير الأمور وتنوير القلوب والتمكين من أسباب الفتح فمن قرأ هذا الاسم العظيم الكريم لله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر مما جرب وذكره العلماء واحد سبعين مرة واحد سبعين مرة قالوا ويده على صدره طهر الله قلبه ونور سره ويسر أمره طهر الله قلبه ونور سره ويسر أمره وفيه أيضا سر لتيسير الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى ودائما ندعو الله عز وجل دائما نقول اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك ونسألك أن تنزل على قلوبنا كل خير عميم وأن تجر الخير على ألسنتنا وعلى قلوبنا إنك ولي ذلك والقادر عليه يا الله يا كريم يا فتاح يا علم إذن الله عز وجل هو الفتاح وهو العليم والعليم معناه العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم مخلوقات فالله عز وجل عليم ولا أحد عنده علم كعلم الله سبحانه وتعالى كائنا من كان ما في لا نبي مرسل ولا ملك مقرب لا أحد من الخلق كائنا من كان يعلم كعلم الله فمن قال عن أحد إن علمه كعلم الله فارق الملة لماذا؟ لأنه جعل هذا المخلوق حتى ولو كان نبيا ولو كان ملكا جعل هذا المخلوق مساويا لله في إحاطة العلم بكل شيء وهذا إشراك وهذا إشراك الله وحده الذي عنده علم الغيب هو الذي أحاط بكل شيء علم فعلم المخلوقات لا يصل إلى ذلك ولا يسمى الله عارفا لا يسمى الله عارفا الله عز وجل وصف نفسه فقال والله عليم حكيم قال ربنا عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم ففي بعض الألفاظ قد نسمعها من بعض الناس يطلقونها على الله ولم ترد وكما تعلمون أسماء الله عز وجل توقفية هذه نقطة مهمة لا نطلق على الله إلا ما أطلقه الله على نفسه لا نسمي الله إلا بما سمى نفسه بما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علمه يعني لابد أن يكون ورد هذا الاسم لابد لذلك قال العلماء لا يجوز تسمية الله بالعارف إلا إذا قلت لي طيب إيش المعنى بيختلف بقول لك يكفي أنه لم يرد يكفي أنه لم يرد العالم ورد أما العارف لفظه العارف لم يرد عادة الناس تستخدمها يقول الله عارف شو صار بينه بينك مبارح مثلا نستخدم لفظ عالم بذلك عالم لأن العالم ورد إطلاقه على الله أما لفظ العارف لم يرد إطلاقه على الله سبحانه وتعالى فعلم رب العالمين علم عظيم وهو علم واحد علم الله علم واحد يعني علم الله لابتداء له هلأ نحن علمنا ما يختلف نحن طرأ لنا هذا العلم ولم نكن عالمين به من قبل وعلمنا ينقص ننسحنا علمنا يزيد اليوم اكتسبت معلومة جديدة ما كنت أعرف بارح ما كنت أعرف قبل شوي طرأ على علمي زيادة طرأ على علمي نقصان أما الله سبحانه وتعالى فعلمه واحد لا ابتداء له وهو عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية لا يطرأ على علمه زيادة ولا نقصان ولا نسيان هذا علم الله سبحانه وتعالى وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أحد من أهل الحق فكلهم على أن الله عز وجل عالم بجميع المعلومات الموجودات والمعدومات فهو سبحانه عز وجل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء وفي الليلة الظلماء ويعلم حركة الذر في جو الهواء ويعلم السر وأخفى ويعلم هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر كل ذلك يعلمه بعلم أزلي ليس له بداية لم يزل متصفا به في الأزل لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لذلك نحن نقر بأن علم المخلوق ولو كان هذا المخلوق من العلماء عنده علم كبير نقر بأنه لا يعلم إلا القليل أي المخلوق ولهذا قال ربنا عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا علمنا أيش قليل وهذا لو كان الإنسان حصل علما كبيرا فعلمه قليل بالنسبة لكم المعلومات نحن البشر هكذا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا علمنا قليل والذي يقف عند هذه الآية الكريمة يتوصل إلى أمر مهم يقيه من الضلال ألا وهو اليوم إحنا مثل ما بتشوف كديش في ناس بتعترض في ناس ترام فلسفين كثير في ناس بس حطوا يعترض أساس أنه هو اللي لقطها وهو اللي يعني وبيوهمك أنه تساؤل في محله وهو بكون مش فهم شي يعني ليش كذا وليش كذا وليش كذا على أحكام الدين عم بيعترض مش علي وعليك على أحكام الدين على أحكام شرعها الله سبحانه وتعالى وعلى أمور قدرها الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا يوجد اليوم كثير من الناس أو بعض الناس خلينا نقول الذين يعترضون على الله ويكفرون بالله ويقولون ليش يكعن بيسير في غزة ولماذا قدر الله وشاء أن يحصل ذلك وإن يقتل الأطفال ثم يقول كلاما فيه اعتراض وشتم لله عز وجل فيكفر بالله اعتراض 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 عم بيعترض أحكام شرعية يعترض عليها أمور قدرت فيعترض عليها لأنه مش ملاقي جواب وليش بيعترض لأنه مو ملاقي جواب فبيعترض على رب العالمين طيب هذا اللي عم بيعترض على رب العالمين لأنه مش ملاقي جواب هو لو رجع إلى هذه الآية لسكت وسلم وما أتيتم من العلم إلا قليلا فيقر بعد ذلك أن هناك أمورا وعلوما أخفاه الله عز وجل عنه فلم يطلع عليها ولو عرف واطلع لما قال هذا الكلام ولم اعترض على الله أنا هلا باجي بفكر في أشياء ما عندي جواب عليها بس أقول أنا شو علمي شو طلعت شيء قليل جدا 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 لو أطلعني الله عز وجل على ما لم يأتني لعرفت السبب ولبان لي الأمر لكن أنا مسلم فلابد وإن لم أعلم أن أسلم لله فقلبي مرتاح فلا أشعر بما يشعر به ذاك من هذه التساؤلات التي تجعله يكره الإسلام ويعترض على أحكام الدين هاي الفرق هاي الفرق أنه لا 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 مسلم يسلم أمره لله سبحانه وتعالى المعترض لا برضاش بده يعرف شو السبب حتى لو كان من الأمور التي أخفاها الله ويقولون إذا عرف السبب بطل العجب فهؤلاء لا يسلمون فلا يسلمون لأنه اللي ما بيسلم ما بيسلم أما اللي بيسلم بيسلم اللي بيسلم بيسلم وسبحان الله العظيم رب العالمين علمه عظيم وهو الذي قال في كتابه الكريم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور مهما كانت العين سريعة في استراق النظر إلى شيء العين سريعة في استراق النظر إلى شيء ما ومهما كانت النفوس تسر أشياء في النفس أمانة خيانة اللي هو فالله عز وجل عالم بكل ما يحصل في هذا العالم مع كل فرد مع كل إنسان خلقه الله ومع كل جني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عند كل واحد منها لا تخفى عليه خافية الله أكبر قال ربنا عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إيه إلا بما ولا يحيطون بشيء من علمه تابعوا إذا أطلعك الله على شيء وأعلمك شيئا فهو الذي شاء ذلك فأعلمك به إلا بما يشاء هو الذي يفعل ما يريد هو الذي قدر الأمور كلها فنسلم له سبحانه وتعالى لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه حتى الأمور الغيبية بعضها نحن كيف عرفنا أشياء بعد ما حصلت سيظهر الدجال ورح يزال سيدنا عيسى المسيح ورح يطلع قوم يأجوج ومأجوج ورح تطلع الشمس من أغربها هاي شغلات غيبية ما صارت بس إحنا على يقين بأنها تصير النبي أخبرنا عليه الصلاة والسلام كيف أخبر الله أوحاء إليه فأطلعه على بعض هذه العلوم الغيبية لكن لا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء ولا حتى الملائكة يعلمون الغيب كله لأن الذي يعلم الغيب كله هو الله جل جلاله فهم أطلعهم الله على ذلك فعلموا أما ما سوى ذلك من معلومات الله عز وجل فلا يعلمه أحد إلا الله هو الذي قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد لا يطلع الله على كل الغيب أحد لا جبريل لا سيدنا محمد ولا حدا عليه الصلاة والسلام ولا حدا من المخلوقات هو قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد انتهى انتهى لا يطلع أحدا على على كل الغيب وسبحان الله العظيم هذا بقولوله هذا من في اللغة بقولوله من المفرد المضاف هكذا يقولون لا يطلع أحدا على كل الغيب هي معنى الآية وهذا من المفرد المضاف كما قال العلماء والمفرد المضاف يكون للعموم لا يطلع على غيبه على غيبه مفرد مضاف فقالوا إذن فهو فهو للعموم يعني لا يعلم جميع الغيب إلا الله ما نقول وه لا ما فيش هو للعموم لا أحد أطلعه الله عز وجل من خلقه على على كل الغيب سبحان الله العظيم سبحان الخارق العظيم سبحان الله جل جلاله ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما في غد إلا الله ما حدا ما حدا شأن ما حدا يضحك عليك يقول لك لا أمو هذا عرف بعلم كذا وعلم الأبراج وعلم النجوم لا أحد يعلم ما في غد إلا الله ثم يقول نقطة على السطر ما في حدا بيعرف شو حيصير بكرة إلا الله هلا حد قل لي مثلا ضربوا احتمال بكرة يضربوا لأنه صار في تهديدات مثلا صار في تهديدات فمتوقع بكرة يضربوا المنطقة الفلانية راحوا إيش عملوا راحوا ضربوا آه مش قلتلك تمام بس لا يعني ذلك أنك طلعت على الغيب هي تحليلات هي تحليلات فإما أن يحصل وإما أن لا يحصل تحليلات انتبهوا مثل كيف الجو احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر على المناطق الشمالية إلى آخره تحليلات توقعات بناء على معطيات معينة لكن قد لا يحصل الشيء الذي قالوه بروحوا إيش منهم بيهاوشوهم إيه هاي مبارع قلتوا كذا وهاي اليوم ما ما أشتت يعني كيف تعاتب أنت أصلا ومن قال لك بأنه يعلم الغيب هو يدرس دراسة معينة بأحوال ثم يتوقع كذا وكذا وغالبا يعني الاحتمال الأكبر أنه يسير كذا لكن أنا لا أعرف حتى هذا هو يقول لك أنا لا أعرف ما في غد لأنه لا أحد يعرف ما في غد إلا الله في مرات أشياء بأقول لك ياها متوقع بكرة يسير كذا بكرة احتمال كذا وكذا بكرة بشوفك ساعة ستة وشوفتك ساعة ستة لا يعني أنه أنا من البارحة وأنا أعلم الغيب أنني سألتقي بك اليوم لا نحن مخططين والله شاء أن يحصل ذلك بس هذا كل ما في الموضوع لا أنا ولا أنت نعرف شو بده يسير بكرة ولا العرافين ولا الدجالين ولا المشعوذين ولا اللي بيقروا فنجان ولا اللي بيقروا كف ولا الناس اللي يعني أنا اللي بتعجب منه ناس ويعتبرون أنفسهم أنهم يعني عندهم علم وثقافة يدفعون يذهبون إلى هؤلاء الأشخاص ويدفعون لهم المال حتى يخبرونهم عن غد ماذا يصح يحصل تخلك شوف لي ابني كيف الوضع عنده شو حيث يحصل بحياته واموره ماشي تمام وأنا رح أستلم كذا وكذا طب شوف لي من هون لسنتين كيف الأمور طيب هذا هو نفسه اللي عم تسأله هو عبد مسكين فقير لا يعرف ماذا سيحصل معه وهيهم حالته حالة ومعه يدفع جار بيت بس هو عم بأخذ منك ومن فلان ومن فلان وبضحك عليكم عشان سلك أموره وإذا ما يجي طوله أصلا ما عنده وظيفة هو ولا عنده شغل ولا عنده بيزنس فبالتالي هو البزنس تبع وإنت المصار اللي عم بيحصلها منك فإذا ضرب له هيك أكما توقع فمش معناه تويفتر راسك فيه ويقول والله هاي أخبار ني وصدق ليس هكذا الأمور أنا عندي عقيدة عقيدة يعني يقين تعرف يعني اعتقاد ما هو الاعتقاد ما هو تعريف الاعتقاد الاعتقاد هو العلم الجازم الاعتقاد هو العلم الجازم فأنا أعلم جازما بلا أدنى شك ولا ريب مش توقع هون لأنه ديني أخبرني لأنه الآيات وردت بذلك فصار عندي شو هنا صار عندي يقين ما في أدنى شك أنه لا أحد يعلم ما في غد إلا الله يقين خلص هذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله أول وحده قال لا يعلم أحد ما في غد إلا الله فأي واحد بيجي بدأت يضحك عليك يا فلان يا محمد ترى انت بكرة حيصير معك كذا أنا مرة كنت في مكان فحد يجي خبرني قال لي بتاريخ معين قال لي رح تمرض فقلت له لا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى قال لا بسي يعني بقول له لا هي ولا مهيك الله وحده عالم الغيب شو بعرفك إنه التاريخ الفلاني رح أمرض بتاريخ ماضي يعني أم بحكي أنا أنا مريض شوي يعني بس مش عن هذا التاريخ صوتي رايح يمكن فكر غلج زيد اللي طال على هو بس أنا الأحبال الصرطية عندي رايحة سبحان الله ف شو عرفك شو عرفك كيف دك تعرف الله وحده عالم الغيب والشاهدة هاي أول وحدة ذكرها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما في غد إلا الله هاي أول وحدة قال عليه الصلاة والسلام تبه ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله لا في دكاترا بتوقعوا في أشياء مثلا بتكون والدليل على ذلك حتى مع وجود الآلات ولكذا أحيانا يحصل على خلاف يعني يحصل بخلاف ما أخبروا عنه وقالوا مش دائما بيكون دقيق مية بالمية ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله فهي كل توقعات ما نجزم لأن نخبرونا وما نزعل منهم سرنا مجهزين وقلت في ثلج وما يجت ثلج وبيقعد يبهد لفهم هو أصدقائنا هو لا مش هيك الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله طيب الرابعة ولا تدري نفس بأي أرض تموت يا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت والخامس ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله يجب يقول لك يوم القيامة بتاريخ كذا وكذا سنت كذا وكذا شو بعرفك شو بعرفك وأنا هذولا بصراحة أنا بتجاكر منهم وعليهم متابعة عجيبة من الناس لكن اللي اكتشفت بالنهاية كثير من الناس يركضون وراء من يريد أن يضحك عليهم الناس كثير منها بدور دوارة دخيلك مين فيها جماعة حدا يضحك علي بصير يتابع بدوره دوارة عن اللي يضحك عليهم إن كان مش عوذين وعرفين ودجالين دوارة بدور عليه بروح له على باب بيته ويتفعل له مصاري بطلع واحد بيحكي لك بتواريخ بتاريخ كذا وكذا سنة الـ 2050 رح يصير مش عارف شوه وبالـ 24 رح يصير واحد اثنين ثلاث لأنه جمعت هاي وطرحت هديك وقسمت هاي على هاي طلع معاي 2024 الجواب يا جماعة مش هيك مو هيك بعدين فيه اشي اسمه افتاء بلا علم أنا بدأ قعد اجمع وحلل بندون دراسة علمية من دون دراسة علمية حتى اقول لك لو ما نام صحيت قال شفت رقم 2024 وأنا نايم شفته قدام عيني مكتوب بغيمة طيب شو بعرفك بتفسير المنام هذا فبيجي بقول لك معناته أنا حللتها انه رح يصير واحد اثنين ثلاث بسنة 2024 ويمكن يعطيك شهر ويمكن يعطيك يوم كمان يا عمي انت حلل تحليل هيك انه هذا تفسير منامك لكن نحن لا نفتي بلا علم لا يجز لك ان تفتي بلا علم او ان تبني على يعني حتى قال العلماء لا تبنى الاحكام الشرعية على الرؤى المنامية الاحكام الشرعية لا تبنى على الرؤى المنامية ما تنبنى على الرؤى المنامية اذا يعني سيدنا جبريل امين الوحي روح القدس أليس جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله تعليما للحاضرين من الصحابة أول ما جلس قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام فالرسول قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل النبي عليه السلام وجبريل عليه السلام قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل يعني لا يعلم وقتها إلا الله للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق ولا جبريل عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل عليه السلام الذي هو أفضل البلائكة ولا أحد من الخلق أيضا يعلم متى تقوم الساعة يعني متى تقوم القيامة هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى فقط فهذول الناس اللي يوجد بعض الطوائف يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه يعلم الغيب كله يعلم كل ما يعلمه الله يظنون أنهم بذلك يمدحون رسول الله وهم في الحقيقة يكفرون بالله كفروا بالله العظيم لأنهم جعلوا علم الله كعلم المخلوق وأشركوا لأنهم جعلوا علم المخلوق مساوى لعلم الله هذا يقال فيه الشراك فالذي يقول ذلك ساوى بين الخالق والمخلوق في صفة العلم وأصلا أنا أتعجب من هؤلاء والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك يعني ترد هذا المعتقد الشاذ آية قرآنية نزلت في كتاب الله على لسان رسول الله حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي أوضح من هيك شوفي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أوضح من هيك شوفي نقول لهم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال ربنا في القرآن حكاية عنه ذلك وقال قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وما أدري الرسول يقول وما أدري إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي تيجب تقول لله الرسول بيعرف يعلم كل الغيب ما هذا الكلام لا يراد هم يظنون أنهم يمدحون النبي هذا ليس مدحا هذا كفرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إش عجيب بعض الناس وكأنهم بلا عقول كأنهم بلا عقول وهذا أمر خطير جدا 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 نسأل الله العفو والعافية فبدنا ندير بالنا الدنيا فيها خبايس كثير نحن لا بد أن نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى وفيه كمان أمر مهم جدا بعض الآيات التي تقرؤونها إذا لم تعرفوا تفسيرها فاسألوا أهل الذكر لأن ما أوهما ظاهره تجدد العلم لله سبحانه وتعالى من الآيات القرآنية فإن له تأويل يليق بجلال الله لا يحصل أن يكون هناك شيء خفي على الله فعلمه الله بعد ذلك يعني مثلا الآية القرآنية التي قال الله فيها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة وعلم أن فيكم ضعفة ليس المراد بذلك وعلم ليس راجعا إلى قوله الآن لا شو المعنى المعنى أن الله عز وجل خفف عنكم الآن لأنه علم بعلمه الأزل في الأزل أنه يكون فيكم ضعف يعني وهذه الآية معناها أنه نسخ ما كان واجبا عليهم من مقاومة واحد من المسلمين لأضعاف كثيرة من الكفار يعني بإيجاب يجب بإيجاب مقاومة واحد لاثنين من الكفار خفف الله عنهم رحمة بهم للضعف الذي فيهم فمش معناتها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة أنه الآن علم علم بعلمه الأزلي فهي مش مربوطة بالآن هذه نقطة قول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين حتى نعلم مش معناته أنه الله لا يعلم وحتى نعلم أنه يبتليهم ليعلم لا معناه حتى نميز أي نظهر للخلق من يجاهد ويصبر من غيرهم وكان الله عالما قبل ذلك قبل ذلك وهذا شبيه بقول الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب فإذا هو التميز حتى نميز لكم أما الله فهو عالم بذلك يبتلي عباده بمشاء من البلاي حتى يظهر ويميز لعباده من هو الصادق المجاهد في سبيل الله مثل أهلنا في غزة صابرين هو أبطال ومن الذي لا يصبر ومن الذي لا يصبر وسبحان الله العظيم نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء وقل ربي زدني علما اللهم زدنا علما ووفقنا وافتح علينا بفتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ارحمنا وانصرنا واهدنا وثبتنا على الحق والهدى وعلى ملة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم ورحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته